بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في المحاضرة اللي ده في البيزيك إلكترونيكس مع حضراتكم دكتورة نهال فايز وستاذ بهندست المواصل إن شاء الله في المحاضرة دي هنكمل الكنتنت الخاص بالديودز الموجود في شابتر 4 في كتاب عادل صدرة مايكو إلكترونيك سيركتز أول حاجة هنتكلم عليها هي الكلام بت سيركتز أو الديسي في ستورر الكلام بت سيركت هي سيركت وظفتها إن هي تضيف ديسي سيجنل على الإيسي سيجنل ممكن الإضافة دي بقى بالموجب فيبقى عندي حاجة اسمها بوستف كلامبر ممكن تبقى الإضافة بالسالب ويبقى عندي حاجة اسمها نيجاتف كلامبر ممكن تبقى الإضافة بليفل محدد لا بحولها في الموجب ولا بحولها في السالب بمسمى بايزد كلامبر بالنسبة للبوستف كلامبر تتكون من الدايرة بسيسة زي ما احنا شايفين قدامنا قدر الاسي سيجنل بيدخل زي ما احنا شايفين بدخل على مكسف بعد كده بدخل على ضايد كان خارجي بروح على ريزيستر طبعا الدايرة دي احنا كنا اخدناها قبل كده اللي هي ريكت فاير فلتر لو تفتكروا كانت ضايد هنا والمكسف هنا ودي المقاومة اللي كانت لو بس بدلت ضايد مكان المكسف تحصل على ما يسمى بالإيه بالكلامبر سيركل طب السيركل دي بتعمل إيه زي ما احنا شايفين كده الام بتهوب عبارة عن AC سيجنل بيروح من سالب 6 ل4 الاوت عبارة عن AC سيجنل برضو بس حصله ما يسمى بالبوستف DC شيفت يعني اضاف عليه DC بقيمة حوالي 6 فولت فاترفع كله بقى في البوستف فالدايرة دي في الحالة دي بنسميها بوستف كلامبر طبعا فكرة العمل ببساطة خالص ان المكسف هيعمل عملية شحب في ويبدأ ييه يبدأ هو والإنبوت يبدأ يبوش كارنت فيه الريزيستور في باقي الايه السيجنل باقي البريود بتاعت السيجنل طبعا الكلام ده بيشترط ان المكسف يحتفظ بالشحنة معدل تفريغه يبقى بطيء جدا وعشان معدل تفريغه يبقى طيء لازم يكون عند الTIME CONSTANT اللي هو حاصل ضرب الار في السي كنته تبقى كبيرة جدا مقارنة بالبريود بتاع الانبوت سيجنل فده مهم جدا يبقى المكسف بيشحن وبعد كده بيحتفظ بشحنته وبالتالي الAUBUT VOLTAGE بتاعي بيبقى دايما عبارة عن الشحنة لع المكسف زائد الانبوت الAC لداخل وعشان يحصل الكلام ده زي ما اتفقنا لازم الار في السي تبقى كبيرة جدا بالنسبة لمن لTIME PERIET بتاعت الانبوت سيجنل مهمة اول حكاية دي بتاعنا نشوف الOPERATION بتاعته بساطة خالص في البوستيف طبعا الديود كان بتاعي كان محطوط في الاتجاه نهو كان محطوط في الاتجاه ده تمام فده يبقى فورورد امتى يبقى فورورد في النيجاتيف هاف سايكل يبقى ما يدخل عندي النيجاتيف هاف سايكل هنا النيجاتيف هنا وبوستيف هنا بالمنظر ده كده هيبدأ الديود يبقى ويبدأ المكسف يعمل عملية شحن بالمنظر ده كده طبعا في الاتجاه ده ويتكون عليه بولارتي بالمنظر ده مجب سالب تماما وطبعا أقصى فولت هيشحن المكسف هو عبارة عن VB ده لو ideal diet طبعا لو مش ideal diet هيطرح منه V diet طب المكسف بعد ما شحن إيه اللي هيحصل مفروض البوست في بولاريتي ده هتبقى محطوطة على الكسد بتاع الضيود بتاع الضيود بتاع هيقلب إيه هيقلب reverse price يبقى بعد ما شحن المكسف الضيود ده هيبقى إيه reverse price بعد كده هيبدأ بقى تدخل السيجنل بعد كده البوست فيها في سايكل وعندي شحن على المكسف بالشك ده كده هيبدأ الامبوت بتاعي اللي هو أقصى حاجة ليه VB برضو هيبدأ يبدأ إيه مع الشحن المتخزنة على الكابستور يبدأ يبوشه current فين في الريزيستور فيتولد عندي Vout بالمنظر ده كده تمام هيبقى أقصى عبارة عن AC signal لعنى عبارة عن ده زائد ده فده عبارة عن AC وده عبارة عن DC فيبقى الأوت عبارة عن AC زائد DC بتاعة المتخزنة على المكسف وده يوضح من هنا وده يوضح الشكل اللي كان طلعلي من شوية اللي هو اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده تمام؟ إن في حالة لما ده forward bias كان من هنا لهنا اللي بيقوت كان R zero أهو وفي حالة ال negative half cycle ده مش في البصد في half cycle ده مش شغال والأوت هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن maximum value عشرة عبارة عن إيه العشرة؟ عبارة عن اللي أربعة فولت اللي هم جايين من الإمبوت تمام؟ زائد الستة فولت اللي تخزنه على المكسف فأكن الأوبوت في الحالة دي عبارة عن عشرة فولت طيب طبعا احتفقنا إن المكسف بفترض إن هو بيحتفظ بشحنته مفيش في عملية تفريق خالص وبنفترض برضو إن الضيوت ده ideal وبنتهي لما يبقى forward يبقى الفولت عليه بصدر لكن الحقيقة لو أنا افترضت أو خدت العملية اللي هي القياس تقريباً الحقيقي مفروض السجنة اللي هيبقى شكلها عامل كده إنه في negative half cycle الضيوت مش عليه short circuit اللي عليه فولت تقريباً في حدود السبعة من عشرة بالنيجاتف طبعاً لأن طبعاً أنا بقيس الأوبوت من الترميل ده للترميل ده والضيوت ده ما يبقى في الفورة بيبقى عليه سبعة من عشرة من الأند للكسل وبالتالي الفي آود بيبقى قيمته تساوي سالب سبعة من عشرة تقريباً كمان إن المكسف طبعاً ما بحتفظ بشحنته لا بيتم عملية تفريق زي ما احنا شايفين كده وطبعاً عشان أقل المعادلة للتفريق زي ما اتفقنا عن طريق التحكم في قيمة ال-R في السي فمهم جداً تبقى عارف ال-Wave Form اللي أوبوت في حالة ال-Ideal Case وفي حالة المهم ideal case مهم قوي تفهم الحكاية دي طبعاً إحنا اتكلمنا على ال-Post of Climber اللي هو بيقدر يضيف DC Volt على ال-AC Signal بالموجب الوقت يعني اتكلم عن ال-Negative Climber هي نفس السيركت بالضبط كل اللي احنا هنعمله هنعمل Flip ال-Position بتاع ال-Diode هنقلب ال-Diode بدل ما كان ال-Anode تحت والكسط فوق هيبقى ال-Anode فوق والكسط تحت طبعاً ال-Operation دي نفس ال-Operation اللي فاتت بالوقت ال-Diode هيبقى هيبقى Forward في ال-Post of Half Cycle هيبقى الوقت لما يدخل عندي Post of Half Cycle الموجب هنا في السالب هنا هيبدأ ال-Diode دي يعمل ايه يبقى Short Circuit ويبقى المكسف عملية ايه يبدأ عملية الشحن بالمنظر ده كده وطبعاً المكسف هيشحن لأقصى قيمة للدخل وطبعاً لو هي دي اسمها تمام كده يبقى المكسف هيشحن لأقصى حاجة على اساس ان ال-Diode ده هياخد Short Circuit او طبعاً في حالة بقى ال-Post of Half Cycle ال-Diode ده Forward بايس يبقى من هنا لهنا ال-V-Aout يبقى قيمته كام ال-V-Aout في قيمته صفر تمام كده يبقى قيمته صفر في حالة ال-Post of Half Cycle يبقى ال-V-Aout يتمس كده على ال-Input Signal بتاعتي هي قيمة كبيرة خالص لكن ال-Aoutput R-KM R-Zero المنظر ده كده تمام؟ يعني ال-Aoutput باخده على طرفي ال-Diode بعد كده المكسف احتفظ بشحنته خلاص ال-Nigative متسلط على ال-Anode وبالتالي ال-Diode ده هيبقى Reverse Bias في دخلة ال-Nigative Half Cycle هي بقى أنا عندي هنا Negative Positive تمام؟ مع الشحنة المتخزنة على الكاباستر هيبدأ المكسف مع ال-Input Signal يدخلوا current او يبوشه current فين؟ يبوش current في ال-Resistor بالمنظر ده كده الاتجاه ده اهو وبالتالي يتولد Voltage Drop على ال-Resistor دي كنته سالبة تمام؟ زي ما حنشايفين كده اهو اقصى قيمة كام لو هي ده V-Bic وده اقصى حاجة V-V-Bic اهو تمام برضو؟ بال- تمام؟ يبقى اقصى جهد هنلاقيه على طرفي ال-Resistor هيبقى 2 V-Bic طبعا بال- يبقى كده احنا عملنا ما يسمى بال-Nigative Clumber كلمة ال-Nigative Clumber انك انت ال-Input اللي داخل هيتجمع عليه DC ده هو بس كل ده بال-A بال-S بالمنظر ده كده بقى انت شفت ال-AC signal دي لتحت ال-DC اللي متخزنة على الكاباستر قيمته سالبة وبالتالي يبقى انت بتجمع A-C زائد او ناقص DC value وبالتالي انت بتعمل حاجة اسمها ايه Negative Clumber مهم جدا تبقى فاهم فكرة ال-Nigative Clumber وزا ما اتفقنا الفرق بينه وبين البوست في Clumber بس جاصة ان احنا بدلنا مكان الايه مكان الضيط وطبعا ال-Operation بتاعتنا قلنا الضيود هيشحن الضيود هيبقى forward فالمكسف هيشحن بعد كده هيقلب زي ما احنا شايفين طيب النوع الثالث من الكلمبر بنسميه biased Clumber Circuit بكل بساطة خالص السيركت عبارة عن ضيود مع بطارية DC تمام كده وبالتالي بساطة خالص لما الضيود يبقى forward bias هيبقى Volt Drop من هنا لهنا وعبارة عن ضيود short circuit plus V بطارية زي ما احنا شايفين كده وبالتالي يبقى القاود مش هيبقى في حالة البوست فهي في cycle القاود هيبقى قيمته كام قيمته V بطاري ولو اعتبرنا ان الضيود ده non ID هيبقى V بطاري plus V طيب كده طيب المكسف بقى في الحالة دي يشحن لكام لو هنا داخل V بيك مفروض ان المكسف هيعمل عملية شح تمام كده واقصى حاجة هيشحن لها المكسف كام هي V بيك طبعا ناقص مهم جدا نبقى عارفين الحكاية والمكسف هيشحن في اي اتجاه في الاتجاه زي ما احنا شايفين كده هيتولد علي موجب سالب بالمنظر ده كده نبقى المكسف هيشحن للفرق ده لان الانبوت عبارة عن ده زي الده تمام كده وبالتالي انه انت الوقتي ما يبقى عندك بوست مش هيبقى المكسيمم او مش هيبقى عندك صفر تمام كده في حالة بوست يبقى عندك قيمة طيب في حال بقى الانبوت اللي داخل اللي هو ماكسيمم ناقص في بيك ده اقصى حاجة داخلة بيايسي سيجنال تمام ولكن هتجمع عليها دي سي فاليو قيمتها في بيك ناقص في باتري وبالتالي اي كنها هيحصل هنا دي سي شفت زي ما احنا شايفين كده بس الدي سي شفت مش بنيجاتيب في بيك لكن في بيك ناقص في باتري تمام كده وبالتالي هيبقى اكين الاوبوت ده هيبقى الماكسيمم بتاعه اتنين في بيك بالماينس زائد في باتري مهم جدا لان ده هيتجمع على ايه على ده تمام كده بس بال ايه بالسالب طيب يبقى احنا الوقت نتكلم ان انت عملت النيجاتيب كلامبين ولكن الكلامبين ده مش هيبقى التالي السيجنل كلها في الايه في النيجاتيب اا اكسز او في النيجاتيب سايد لكن هيبقى جزء بوسط وبز وجزء ايه زي ما احنا شايفين كده ادى الانبوت سيجنل بتاعتي هنا والاحمر ده بيمثل الباتري المحطوطة دي في باتري ولكني اتنين جولت على سبيل المسال مفروض في البوسط في هاف سايكل الضيوت ده هيبقى تمام لكن من هنا الهنا عندي في باتري هي تمام وفي النيجاتيب هاف سايكل تمام هيبدأ الايه الابوت بتاعي عبارة عن النيجاتيب هاف سايكل سيقضي الشحنة الموجودة على المكسف اللي هي هتبقى عبارة عن ايه بي باتري اا بي باتري ناقص ايه امبوت ايه بي بيك ناقص البي باتري مهم جدا نبقى عارفين الحكاية دي المهم ان السيجنل بتاعتي من البيك للبيك من هنا الهنا نفس الايه نفس الحكاية من هنا الهنا سمحوا شيفين الامبوت هو الامبوت بس الويتس ده من هنا الهنا هو نفسه من هنا الهنا مهم جدا نبقى عارفين الحكاية دي وده واضح من الشرح الموجود هنا ان في البوست في هاف سايكل الضيود هيبقى شورت سيركيت والويتش اقروز الويت ريزيستور هيبقى في دي سي لوجهات البطارية دم كده والكابستور هيشحن لأقصى حاجة اللي هي فيه ماكسيموم ناقص او فيه بيك ناقص في دي سي فيه طبعا النيجاتيب هاف سايكل الضيود هيبقى ريفيرس بايس وهيبقى الابو بتاعي عبارة عن مينوس 2 في دي سي 2 في ماكسيموم زائد في دي سي مهم جدا انت بقى فاهم الحكاية دي معنى كان انك انت تقدر تتحكم في الليفل بتاع اللي تقدر تعمله طيب طبعا اهمية دي عدد من التطبيقات حب اركز على اتنين منهم التطبيق اولاني بنسميه دي سي ريستوريشن وايه المقصود بدي سي ريستوريشن اي داية امبليفير اي داية امبليفير لو دخل لها داية سيجنل دايما بتعمل اول حاجة انها بتدخل السيجنل دي على حاجة بنسميها قابلين كاباستور لقابلين كاباستور وظيفته ان هو يشيل كل الدي سي الموجود في الاسي سيجنل بتاعتي تمام كده دا عشان يقدر يشتغل الامبليفير بشكل سليم طيب يبقى انت كده عملت دي ستورشن في السيجنل اللي جاية شلت منها الدي سي فانت لازم تدخلها على دي سي ريستور ريستورر او تدخلها على الكلامبر سيركيت الهدف من ده ايه انه رجع الدي سي السيجنل او الدي سي فاليو اللي تم حسفها نتيجة ايه دخوله على الامبليفير سيركيت فده مهم جدا يبقى وظيفة الكلامبر هنا انها تعيد الدي سي اللي فقدتها الايه السيجنل نتيجة دخولها على الكابلين كاباستور الخاص بالامبليفير ده دي اول حاجة الحاجة التانية انه ممكن الكلامبر سيركيت او الكلامبينج سيركيت زي ما اتفقنا انها ممكن انها تشفكلي السيجنل فوق او تحت يعني عن طريق انها بتضيف دي سي فاليو وبالتالي اكيد لما اضيف فوق او تحت طبعا ممكن طبعا لو جيت ابص على السيجنل ده هاي هقول لك الافرج دي سي بكام هتقول الافرج دي سي بصفر تمام كده المتوسط بتاع القيم بتاع دي كام هتلاقي الموجة بلاشي السالب يبقى الافرج بصفر لكن سيجنل زي دي الافرج بتاعها مش بصفر الافرج بتاعها له قيمة معينة نتيجة انك انت بتشفت السيجنل فوق او تحت فتأتبقى عارف ان الدي سي باليو بتاعتك بتختلف الافرج دي سي بيختلف طيب لما بص على سيجنل زي دي او بالس زي دي تمام والله بالس دي عبارة عن قيم بالصفر قيم هاي صح كده بس الويتس بتاع الهاي بالس او القيمة العالية اللي هي الخمسة هولت تقريبا خمسة وعشرين في المية من الايه من البالس كلها يعني معنى اخر لو انا عندي الوقتي بالس بالمنظر ده كده تمام والبالس دي مثلا اربعة ميلي ساكند واحد اتنين تلاتة اربعة عندي في واحد ميلي ساكند من الاف تمام كده من البالس كلها قيمته بتساوي ماكسموم صح كده في الحالة دي بقول ان البالس دي ديوتي سايكل بتاعتها 25% يبقى ديوتي سايكل معناها انا عن قد ايه نسبة وتناسب من الايه من البالس الكلية او الويتس بتاع البالس الكلية طيب لو انا بقى زودت الديوتي سايكل خليتها خمسين في المية معنى كده ان الان فقط فترته اتنين ميلي ساكند ونقرنتها مباربعة ميلي ساكند وبالتالي كل ما بتزود الDuty Cycle كل ما بيزيد الفترة اللي فيها السيجنال قيمتها هايز ما احنا شايفين طبعاً لما بص على السيجنال زي دي هقول كل ما تزيد الDuty Cycle أكني بزود الAverage DC Value كل ما بزود الDuty Cycle كل ما بزود الAverage DC Value فالAverage DC Value هنا بتزيد مع زيات الDuty Cycle وبتعبر عن الWits بتاع البلس وبالتالي أنا ممكن أستخدم البلس دي في حاجة بنسميها Pulse Width Modulation يعني ايه Pulse Width Modulation أو Pulse Code Modulation المقصود بيه أن أنا استخدمها في حالة الإرسال والاستقبال بمعنى آخر أن لو أنا أرسلت بلس الDuty Cycle بتاعتها 25% فيتعبر عن معلومة وليكن بص تمام كده وإيه لو أرسلت البلس مثلاً وليكن الDuty Cycle بتاعتها 50% فأنا بعبر عن information تانية وليكن fail وإيه يبقى أصبحت الوقتي أنا استخدمت البلس في عملية إرسال معلومة معينة للطرف الآخر من الجهة الإرسال مش كده وبالتالي أنا الوقتي لو أنا عايزة أبعد معلومة معينة فأنا كل حكاية أبعد بلس والبلس ده الويتس بتاعها لو اتغير يبقى المعلومة اختلفت الويتس ما يختلف زي ما اتفقنا أو الDuty Cycle تختلف يعني الAverage DC مختلفة يبقى نفس الكلام يبقى أكني ممكن أعمل إيه بقى؟ يبقى ممكن أولد بدوائل الكلمبر circuit عبارة عن signals السيجنل دي الAverage DC value بتاعتها مختلفة أكني بالضبط بحاكي In pulses with different A Duty Cycle وبالتالي دوائل الكلمبر circuit ممكن تستخدم في دوائل pulse width modulation أو pulse width modulation لإرسال إشارات لها Average مختلف وبالتالي قدر أن أنا أستخدمها في إرسال واستقبال لسيجنل مختلفة مهم جدا تبقى فاهم المعلومة دي فدي عبارة عن تطبيقات ما يسمى بالA بالكلامبر طيب ثاني circuit هنتكلم عليها النهاردة هي voltage multiplier إيه المقصود بالvoltage multiplier الvoltage multiplier هي عبارة عن circuit بيدخل لها AC وبنحصل منها على DC value وقيمة الDC value ده بتبقى أضعاف من أقصى حاجة دخلة في الAC تمام كده؟ على سبيل المثال نوع من أنواع الvoltage multiplier حاجة بنسميها الvoltage doubler ودي circuit المسؤولة عن الvoltage doubler زي ما احنا شايفين كده بتتكون من ايه؟ بتتكون من capacitor و diode اللي هو clamping section وبعد كده بتتكون من diode و capacitor اللي هو rectifier filter يبقى كن الvoltage doubler هو عبارة عن two section الsection الاولين بنسميه clamping section وبعد كده الsection التالي بنسميه rectifier filter طيب السيجنل اللي داخل بتبقى ايه؟ بتبقى ايه سي زي ما احنا شايفين؟ السيجنل اللي دخلها هي السيجنل السودة دي طبعا اول ما دخلت على الضيود والكابستر الضيود والكابستر ده negative clumber فعمل دي سي شفت ليه السيجنل كلها خليها في النيجاتيب زي ما احنا شايفين يبقى شاد السيجنل ده هي خليها كلها في النيجاتيب زي ما احنا شايفين وده وظيفة فعلا النيجاتيب كلامبر بعد كده دخلت السيجنل ده هي دخلت على ضيود ودخلت على مكسف فالمهم الهدف من هنا ان انا احول السيجنل الدي سي احولها لايه اللي هي النيجاتيب اي سي ده هي احولها لدي سي فالو وراجع تغيرة الايه ده راجع تغيرة الريكتفاير فلتر طبعا اللي خارج هيبقى عبارة عن ريبل بولتج وممكن اعتبره قيمة تقريبا سابقة لاني باخد الاوبوت على الكابستر زي ما انت شايف وقيمته كان بقى الاوبوت ده قيمته مينس اثنين في بي تقريبا يبقى الامبوت كان اي سي والاوبوت كان دي سي والقيمة بتاعت الاوبوت كبارة عن اثنين مينس اثنين في بي والفي بي هي الماكسوم بتاع الاسي سي جنال اللي عشان كاسب منها يبقى الولتج هنا الاوبوت كانتو كان هو وضع في قيمة الامبوت ايه الامبوت بي تمام كده طب تعالي نشوف الدايرة هتشتغل ازاي الدايرة هتشتغل ازاي بكل بساطة هنقول في البوست في هاف سايكل في البوست في هاف سايكل هنا موجب وهنا سالم هيبدأ الضيود يبقى forward bias وبالتالي هيبقى هنا المكسف هيبدأ عن طريق الكارنت اللي هيمر هيبدأ يعمل عملية شحن اقصى حاجة هيشحنها هي VBQ ناقص السبعة من عشرة او الجهد فولت اللي هيتولد على الضيود طبعا لما بشحن بشحن بالبولارتي موجب سالم طبعا اول ما يوصل لقيمة اقصى حاجة هيتولد هنا نيجاتيب بولارتي على الضيود او الانوط بتاع الضيود هيبدأ الضيود ده يبقى reverse bias تمام كده الكلام ده هيبقى مصاحب لتغير السيجنل بالبوستب half cycle للنيجاتيب half cycle بالمنظر ده كده وبالتالي في النيجاتيب half cycle هيبقى عندي هنا المكسف مشحون عنده شحنة وهنا في نيجاتيب وبوستب دول الانبوت اللي داخل واقصى حاجة في بيك وطبعا الضيود ده انتفقنا مش شغال لكن الضيود ده هيشتغل وبالتالي هيبدأ هنا يمر current مع اتجاه سهم الضيود الجديد بالمنظر ده كده طبعا المكسف عليه شحنة والانبوت AC داخل فيبدأ الاثنين دول يشحنوا المكسف C2 اقصى جهد او اقصى فولت هيشحنوا المكسف V2 كام عبارة عن ايه هنا عندي VB ناقص VD واقصى انبوت هنا هو VB فيبدأ الاثنين دول اقصى حاجة فيهم اتنين VB بس خلي بالك ان الضيود ده مش هيفتح بلاش هياخد هو كمان VD فيبقى المكسف هنا اقصى شحنة عليه وبالتالي انت تقدر تضاعف الاوبوت اللي خارج تخليه اتنين VB يعني كده مهم جدا انت بقى عارف الحكاية دي وتبقى عارف برضه لو الضيود ايديال باعتبرها اتنين VB ولهم ما اعتبرهمش ايديال بقى عليهم كونستانت وفولتش دروب موديل فيبقى الاوبوت اتنين VB ناقص اتنين ضيود مهم جدا انت بقى فاهم الحكاية دي طبعا الفهم ده ممكن يقول بقى دايرة الفولتش تريبلر انه انا باخد البدخل input مثلا AC signal المكسيموم بتاعها VB مفروض ان انا باخد output DC وقيمته كان تقريبا قيمته تقريبا 3 VB دا ideal case لو انا ideal يبقى 3 VB ناقص 3 ضيود 3 3 VB طبعا هيشتغل ازاي الضيود لشكل ده طبعا اتفقنا عندي AC signal ده عبارة عن periodic signal زي ما احنا شايفين بتكرر نفسها فالpostive cycle الاولانية اللي هي ده هيبدأ المكسف ده يشحن عن طريق الضيود هيبقى forward bias وبعد ما يشحن المكسف هيبقى reverse bias بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هتيجي النيجاتي في half cycle اللي بعد كده هيبدأ ال input او الشحنة الموجودة على المكسف مع ال input اللي عمال اللي هو في النيجاتي في half cycle هيبدأوا يشحن المكسف C2 عن طريق المصار ده زي ما احنا شايفين كده يبقى المكسف ده هيشحن لكام يشحن لتنين في بيك لانه بيشحن من خلال ال input مع الشحنة الموجودة على المكسف بعد ما شحن المكسف ده او يبقى كده هيبدأ الضيود ده يبدأ يبقى reverse bias تمام كده وفي الخطوة اللي بعد كده بقى هيبدأ ايه في البوست في half cycle اللي بعد كده هيبدأ عندي المكسف ده مش مشحون خلاص المكسف ده اللي عنده شحنة قيمتها اتنين في بيك مع ال input اللي هو ده هيبدأ ايه يظهر مصار تاني بالمنظر ده كده اهو اللي نرى اسمها الازرق ده المكسف ده هيبقى طبعا يعني النجاتيب هنا تيجي هنا هيبقى ده forward bias وبالتالي هيبقى المكسف ده هيبدأ مع ال input طبعا ده داخل بوست في half cycle اقصى حاجة في بيك وعندي هنا اتنين في بيك يبقى ثلاثة في بيك هيبدأوا يشحنوا المكسفين دول المكسف ده والمكسف ده وبالتالي لما تاخد ال output من هنا الهنا هيبقى ال output تقريبا ثري في بيك طبعا لو احنا اخدنا فكرة ان هو في عندي ضيود مش عليه short circuit هقول بقى يبقى ضيود ده لما كان forward ده شحن لفي بيك ناقص في ضيود وطبعا لما الده وده شحن المكسف ده شحنه من خلال المصار اللي في ضيود دي اتنين ده برضو هياخد اثنين في ضيود اه هياخد و reproduce وبالتالي يبقى ده هيشحن لتنين في بيك ناقص ثنين في ضيود بعد كده في الخطوة الاخيرة خلال الخط الازرع هيبدأ المكسفين دول يشحنهم بس من خلال الضيود دي الآن اللي هياخد هو كمان في ضيود وبالتالي يبقى اقصى حاجة هتيبقى ثلاثة في بيك ناقص 3 VD يبقى أنا كده بحول AC signal بحولها DC signal الأمبليتود بتاعة DC signal 3 أضعاف البيك فاليو بتاعة AC signal مهم جدا لتبقى فاهم بسطوري بالشكل ده طبعا اللي فهم كده إنه ممكن أعمل بقى voltage quadruple إنه أضيف section رابع زي ما أنت شايف كده أضايود ومكسف مكسف وضايود مكسف وضايود مكسف وضايود مكسف وضايود أربعة section إذا هم AC signal المكسف بتاعها VB إلى تقريبا أربعة VB مهم جدا تبقى فاهم يعني وأنواع السيركت بتاعته عاملة إزاي الوقت هنتكلم على وإحنا أخذنا نوع الاسبوع اللي فات اللي هو نوع من أنواع الاسبوع اللي هو أول نوع بنسميه شط إيه هو الشط جدا بكل بساطة الشط جدا هو عبارة عن junction diode بتتكون من مثل مع semi conductor عبارة عن مثل مع semi conductor أحيانا بنسميه hot carrier diode أحيانا بنسميه voltage diode أو short key diode أو short key carrier diode أو الاسبدي طبعا الدايود إذا ما اتفقنا هو junction عادية هنا دائما بنحط junction العادية بنحطها ب layer ون layer لأ الوقت إحنا هنشيل c ال n layer هنشيل b layer ونحط مكانها مثل doctor اللي هو هيبقى n layer في الحالة دي هيبقى هيكونولي ما يسمى بالA short key diode تمام كده short key diode ده شكله أو الخصائص بتاعته أو characteristics بتاعته زي ما قدامنا كده علاقة من current وال volt لما هيبقى V anod اللي هو الجوهد المتال أعلى من V cathode هيبدأ يمر current بنسميه current وطبعا لو لابت انت البولارتي خليت ال V anod أقل من V cathode هيبقى current تقريبا بصفر باناشي رجال في reverse bias ولو زودت الكلام بتدخل في break down يعني خصائصه زي خصائص junction العديد لكن طبعا فيه اختلاف ايه الاختلاف اول حاجة طبعا volt اللي عنده بحصل forward current كان لو احنا استخدم سيليكون على سي مثال بيروح من 6 من 18 من 10 في حالة الشوتكي junction بيروح من 3 من 10 ل 5 من 10 مهم جدا في الحالة دي ده مهم طيب الحاجة التانية هي الحاجة التانية انه ال response بتاع الشوتكي junction هنا response يعتبر سريع وعلشان كده دايما الشوتكي junction بتستخدم في عمل ما يسمى الشوتكي transistor logic او واسرح من junction العادية وده السيمبل بتاعه في circuit لما لاقي السيمبل ده يبقى انا بعرف ان انا بتكلم على شوتكي junction مهم جدا نبقى عارفين الحكاية دي والمتال ده ممكن يكون المتال ممكن يكون اي نوع انواع المتال ممكن تحل محل ال B طيب طيب لازم برضو نبقى فاهمين ونبقى عارفين ان فيه فرق ما بين حاجة بنسميها الشوتكي contact وال omic contact مهم جدا تبقى فاهم الحكاية دي طب ايه ال omic contact بكل بساطة خالص لو انت عايز مثلا تعمل diode فتروح تقول انا عندي مثلا B substrate بالمنظر ده كده B type ومفروض ان مجول B type ده انت هتبدأ تعمل عملية اتشنج هتفحل تعمل كده وبعدين ترسب منطقة اسمها N كويس فانت الوقت عايز تطلع turn عايز تطلع طرف الانود وطرف الكاسود طبعا عشان تطلع طرف الانود والكاسود مش هينفع تطلع مباشرة هتعمل ايه هتروح تقول والله هاجي في الحتة ده ازود عدد الهولز شوية فيبقى عندي حاجة اسمها B واجه في المنطقة ده ازود عادي الان شوية عادي الالكترونات دوبين شوية يبقى عندي N بوزدر وبعد كده هبدأ ارسب متل هنا هو ارسب متل هنا هو ورسب متل هنا هو وطلع ترميلز بتاعتي اللي هو طرف الانود وطرف الكاسود يبقى الـ عبارة عن ايه عبارة عن ما بين متل وما بين Be positive او متل وما بين IN positive ده بنسميه الـ هل الـ هو مختلف عن الشبك مختلف طبعا الـ ده زي ما ات شايف كده لو حبيت ان انا ابصل هلاقي ان الـ ده بيسمح بمرور الطيار في الاتجاهين يعني الكار انت ممكن يتحرك في الاتجاه بتحرك في الاتجاهين زي ما انت شايف كده من خلال البند اجرام تلاقي كده انت بتحرك من هنا لهنا او من هنا لهنا لانك عندك متل تمام كده وعندك البي هنا اللي هي الهولز اللي هنا كتير جدا عندك متل وعندك الان كتير جدا او عادي الكارييرز كتير جدا فالكترات ممكن تتحرك في الاتجاهين وده واضح برضه من الخصائص بتاعتك اهي الكاريكتريستيكس بتاعتي بتاعت ال ايه الاومت كونتاكت اهي تمام فلو ال spo د اعلم le v czasot طمم كده الفورد هنا اعلى من الفوردول من ناحية التانية بيمر recurrent والعكس ايه والعكس رح يجب ان سمي ايه الاومت كونتاكت كاريكتريستيكس يبقى ده دايما اومت كونتاكت بنعملها عشان ان يطلب نطلع اطراف تمام كده او terminal زي الديفايس بتاع زي ما احنا على كده عملنا terminal ال ايه Santiago ضايت. إيبا تبقى فاهم يعني قوم الكونتاكت بتتعامل إزاي؟ بتتعامل عن طريق أنك أنت بتعمل كونتاكت ما بين متل وما بين سيمي كونتاكتور بس فيها هايلي دوبد باتيرير. هايلي دوبد الدوبينج فيها بيبقى إيه؟ بيبقى عالي. تمام؟ طب ده بختلف بقى عن الشوتكي كونتاكت. الشوتكي كونتاكت اتفقنا هو عبارة عن جونجشن ما بين سيمي كونتاكتور وما بين متل. بس السيمي من دكتور في الحالة دي الدوبينج فيها ببقى مودراتلي ببقى مش قمت مش عالي حد بقى قمت قليل تمام كده وبالتالي لما تيجي تعمل ما بين المثل وما بين دوبينج فيه مش عالي فدائما اتجاه حركة الكارير بتبقى دائما من المثل للناحية التانية وبالتالي يبقى عندك هنا كارنت في اتجاه واحد بس اللي هو اتجاه اللي ما يبقى الانود فيولتج اعلى من الايه اعلى من الكاسود ما انت شايف كده الخصائص اللي هي الحمرة دي الكامل انت بيمر في حالة من ال V أنود أعلى من ال V كاسود عكس زيلك طبعا مش هيمر الطيار بس شكل ده ما انت شايف يبقى مهم جدا تبقى عالف ازاي نعمل الكلام ده يبقى ما اجي اعمل اقول دي اسمه هقوم الكونتاكت على الجانب الآخر لو انا عندي B او عندي N وعندي متل اهي فالمتل هنا مع ال N في الحالة دي بسميها ايه بسميها شوت كيبونتاكت لكن لو ال N دي اصبحت اسمها N positive يبقى في الحالة دي بسميها ايه بسميها omic contact مهم جدا تبقى فاهم ايه طيب تاني نوع من الانواع ال special dar دي نتكلم عليها النهاردة حاجة بنسميها ال varactor diode ال varactor diode او ال variable capacitor diode او احيان بنسميه ال varicap او ال volt cap او ال volt variable capacitor او احيان بنسميه tunneling diode طب ايه المقصود بال الاولا ده الرمز بتاعه ده السيمبل بتاعه ده الانود وده الكاسود بكل بساطة خالص ال diode ده بيشتغل في منطقة reverse bias يعني لازم تحطه في منطقة reverse bias وطبعا لما يتكون في منطقة reverse bias معروف انه دايما بين ال b layer وما بين ال n layer في منطقة اسمها depletion region منطقة مفرغة من الكارييرز منطقة depletion region دي لها width لها sickness ممكن انك انت تكونترول ال width ده عن طريق reverse bias connection فانت اول ما توصل reverse bias وتزود الفولت اللي هو v reverse bias اللي هو v r ده بتقدر انك انت بتكونترول بتاع ال ايه بتاع ال ايه بتاع البلشان دير بتقدر تزودها كل ما زودت reverse bias طبعا انت الوقتي ان الشكل اللي قدامنا ده بيمسل capastence عندي منطقة عزلة بالمنظر ده كده وعندي negative charges هنا وبوست of charges هنا فاكني ده بيمسل capastence ال capastence دي تمام طبعا عبارة عن لو انا افترطت ان هو baril break capastor عبارة عن epsilon a على d او w ال a هي ال area بتاعت junction ده انت الوقتي لو انت كملت 3d بتاع layer بتاعتي او pn junction بتاعتي فتبقى area بتاعت هي area ده لمن كده اللي هي عبارة عن w في ال a والي يكون في l بالمنظر ده طب ال width ده طبعا كل ما بيزيد كل ما ال capastence بتقل ولعكس ايه ولعكس صحيح لاني بي علاقة علاقة ايه تقلل width تقلل width يعني تقلل ال vr يبقى بالتالي انتك تقدر تكونترول ال capastence عن طريق انك تتحكم في reverse bias a reverse bias voltage فانت لو عايز تقلل ال capastence تزود ال vr عشان تزود width وبالتالي تقلل ال capastence والعكس صحيح طبعا تقدر انك انت ايه تقلل ال vr وبالتالي ال capastence بتاعتك هات ايه هتزيد تمام تبقى كني اكاة بتحكم في ال vr عن طريق بتحكم في جهد خارجي من بره reverse bias voltage بحيث ان انا اقدر استخدم ال vr كcapastor والcapastor بتاعته قمته او ال capastence قمته تختلف باختلاف ال vr طيب نقدر نستخدم نقدر نستخدم ال varactor دا في ايه دايما نستخدم ال varactor دا في دوائر التلفزيون تمام كده او توالد ال varactor في دوائر ال receiver طبعا لان انت عندك receiver يقدر ان هو يستقبل ترددات مختلفة او سبنا لها ترددات مختلفة وبالتالي تقدر انك انت تشتغل channel d او channel d او channel d وهكذا طب نعمل الحكاية دي ازاي زي احنا شايفين قدامنا ده direct band bus filter ال band bus filter هنا بقدر يستقبل التردد التردد ده قمته وتساوي واحد على توباي جزر l في c ال l ده يقبرة عن قيمة ال inductance بتاعت الكويل اللي قدامنا ده طب والc ده قيمة ال a الباراكتور دا ده ايه البراكتور دا بتاعي يبقى حاصل ضرب ال l في c تحت الجزر في توباي ومقلوب الكلام ده يديني التردد اللي بيستقبله ال band bus filter ده وطبعا ال band bus filter يستقبل range من frequencies انت وانس تغير ال c تمام كده ال capastence بتاعت الكويل ده يتقدر تستقبل frequency مختلف طيب اما الايه ال capastence الموجودة عندي دي ال capastence الموجودة عندي في الدايرة سواء كان c2 او c3 او c4 وظيفتهم او c1 وظيفتهم يعملوا blocking لأي dc يعني يمنعوا اي dc يدخل يأثر على ال biasing state لان احنا اتفقنا عشان ده يقدر ال diur يشتغل كأنه كاباستر لازم يتحط في منطقة ال reverse bias كلمة reverse bias يعني ال v كسد يكون اعلى من v دي بقى انت الوقتي هتزبط biasing state معينة لل baractor diode مش عايز اي حاجة تدخل تأثر عليه وبالتالي عشان تمنع اي dc يدخل فانت هتستخدم c1 لc4 والcapastence دي ال range بتاعها في range micro frequencies تأثير broken capacitor بعيد عنه خالص ما بيأثرش عليه طبعا كده مهم جدا انت بقى عارف الحكاية دي طيب تعال بص كده اتفقنا ده الانود وده الكاسود طبعا كده بتاع ال diode بص كده الفولت بتاع الانود اهو رايحة البوتونشومتر ده قيمة متغيرة وقيمة الجهد بتاع الكاسود واخد الفولت ده طبعا ال input اللي هو v bias ده طبعا كده بتوزع الريزيستور R2 وR3 وR4 وR5 وبالتالي يبقى جهد ال v bias هو عبارة عن v bias مضروف في الايه في الثلاث ريزيستور دول مجموحهم مقسومة على الاربع ريزيستور دول لان ال v bias هو اخد الفولت على التلاتة دول طبعا كده نسبة وتناسب للاربع كلين اللي هم بتوع ال v bias وبالتالي ال v bias لو دربتها في R2 R3 زائد R4 زائد R5 على R2 زائد R3 زائد R5 يديك ال v كاسو طيب ما ال v anode c انه واخد طبعا متغير ال v anode نفترض البيوتنشومتر هنا مثلا يبقى كده بتتكلم على فولت على ال r5 بس يبقى لو حب اجيب ال v anode هقول هو عبارة عن v bias في R5 على كل المقاومات دي R2 زائد R3 زائد R4 زائد R5 طبعا ممكن بتتكلم متغير ده يتغير فيبقى ال v anode هنا يبقى باخده على r4 زائد r5 بتتكلم انت بتتحكم في جهة ال v anode بتزوده حسب بانت ايه عايز طبعا الوقت في العموم v كاسود كنت اعلى من v anode لانا كنت ال v كاسود واخدها على 3 مقاومات ال v anode باخده على مقاومة او اتنين صح كده وبالتالي انا كده خليت ال v كاسود اعلى من v anode يعني خليت ده في ال بايس خليت ال بايس طب اغير ال بايس ازاي ان اغير ال بايس البند باس فيلتر هيختلف الكلام ده ممكن يوضح من خلال مسألة نبص عليها بالشكل ده كده قد عبارة عن باند باس فيلتر بيستخدم فيراكتور دايد رقم 1 n 5 1 4 8 فبيقول لي في المسألة هنا احسب لي بقى range من ال frequency range of resonant frequency اللي كنت ممكن انا استقبله من خلال دايدة البند باس فيلتر طبعا وعطيني ال V-bis كنته 60 وعطيني ال Resistence بتاعتي 220 كيلو و2 ميجا 220 كيلو طبعا كده وعطيني كل الكلام ده طبعا ابص على الكابسر زيها بالMicro فاراد والفاراكتور هنا بيديني حاجة بالبيكو فاراد طبعا نحل ازاي اول حاجة هتروح تجيب V-casot بتاعك بكام اللي هو الفولت بتاع البوينت دي بعدها تجيب ال V-anode وطبعا تجيب احتمالاته تجيب الميليموم والماكسيموم تحسب ال V-R بكام ومن ال V-R تقدر تحسب الكابسر بتاعة الفاراكتور من خلال ال D-T-SH بتاعته تعال نشوف اول حاجة هنعملها هنروح نعمل ايه رحنا حسب من ال V-casot ال V-casot عبارة عن V-bias في R-3 زاد R-4 زاد R-5 على كل الريزيستنس بتاعة بتاعة موجودة عندي من R-2 لR-5 يطلع ال V-casot قمته 31.6 طبعا ال V-anode اللي هو ال Point او ال Vault بتاع ال Point دي تمام طبعا بتغير لان دي مقاومة متغيرة فالمقاومة الميليموم بتاعها انها تبقى هنا طبعا كده وبالتالي يبقى ال V-anode عبارة عن ايه عبارة عن 60 فR-5 220 كيلو على مجموعة المقاومات ناخد بالنا ان المقاومة دي عبارة عن 2000 كيلو 200 تمام فيطلع قيمة ال V-anode بالشكل ده كده طبعا لو ال V-anode او ال B-Bias فR-4 زاد R-5 على مجموعة المقاومات يديني القيمة طبعا V-Cas ونائز V-anode طبعا تقدر تحسب ال Minimum Reverse Bias والMaximum Reverse Bias عن طريق انك انت تطرح الMaximum Voltage بتاع الانوت وبالتالي تحسب ال Reverse Bias هيروح من كامل كامل يبقى ال V-anode ده محضوط في ال Reverse Bias وأقصى Volt عليها يبقى 29 وقال لVolt 219 طبعا هنروح بقى لدي تشهيك بتاعتي عبارة عن Curve وبيوضع حلاقة ما بين ال Capastance مع Reverse Votage طبعا نتكلم على أي ضايد الضايد اللي في الCircuit هو 5148 يعني بص كده ده عبارة عن 3 ضايد مختلفين حسنا نتكلم على الضايد ده اهو اللي هو خصائص الكيرف اللي احنا شايفين قدامنا ده فانت الوقت تمام وبعدك هترجع تقول 29 افتكلم في النقطة دي كده اهي فالكابستنس ستبقى بكام فانت تقدر تقرأ الكابستنس بتاعتك عند قيم الBR المختلف تطلع الكابستنس قمتها تقريبا 55 بيكو فرد اهي ومن هنا هتطلع تقريبا قمتها 17 بيكو فرد اللي القيمة دي تقريب وبالتالي انت هنا تقدر المكنت تقييس المينموم كابستنس والماكسموم كابستنس وطبعا ستريت فورد روح تعود بقى في الريزنونس فريكوينس طبعا وعطيك الكويل بكام اعطي الكويل بواحد ميلي فراد فانت عطوك تروح تعود في الFR لعلاقة واحدة عطوبي جازر الي سي هتقضى واحد ميلي فراد في قيمة الكابستنس المختلفة تقدر تحسب الFR مينموم والFR يبقى البند بصفلتر بتشتغل على الرينج بتروح من 679 كيلو ل1.222 ميجي هرتز مهم جدا تبقى فاهم الحدوثة دي ده عن طريق ايه عن طريق ان انت بتشتغل على فراكتور داود تشتغل فرينج البيكو فراد وده مختلف عن كل الكابستر زي الموجودة عندك بتشتغل فرينج المايكو فراد ولوظفتها زي ما اتفقنا عملية تغير بتاعت يبقى احنا اتكلمنا على الفراكتور داود اتكلمنا على الابريشن بتاعته على السيمبل بتاعته على الابريكيشن بتاعته واخدنا مسألة الوقت يعني اتكلم على نوع اخر من الاسبيشة داود نوع بنسميه لايت اميتينج داود لايت اميتينج داود عادي خالص بي انت جونكشن عادي خالص وده الرامز بتاعه طبعا وظفته زي ما اتفقنا انه ياخد ياخد طيار كهرابي ويحوله لضوء فاللايت اميتينج داود هي عملية عبارة عن جونكشن وظفتها ان هي تجينوريت لايت طبعا اللايت اللي هتجينوريته دا عشان تقدر بيعمل جينوريشن بشكل مباشر او شكل كويس لازم الماتيريا بتاعتي تبقى حاجة بنسميها دايريكت سيمي كوندكتور يبقى الجونكشن انا هعملها بس مش هعملها من اي ماتيريا مفعش عاملها من السلكون ولا الجيرمانيوم لازم اعملها من مواد بنسميها ايه جماعة دايريكت بانديجاب ماتيريالز زي مثلا مادة الجانيوم ارسوليت او الجانيوم نايترايت بقى مادة ارتفيشيال مادة تم تصنعها بتحاكي السيمي كوندكتور تمام كده اقدر اعمل منها ما يسمى بايه باللايت اميتينج دايريالز طبعا اميتينج دايريالز ده ايه هي عبارة عن جانيشن عاديه زي ما اتفقنا بس اصنعها من مواد دايريالز ولكن هي بتشتغل فين بتشتغل في الفوروارد بايس فانت هتيجي الوقت هتقول ايه ادى البايس بتاعي داخل على المقاومة داخل على دايود بتاعي في الفوروارد بايس او الجانيشن بتاعتي فطبعا مرور الكالنت هنا معنا كده ان بيحصل حركة الكترونيات فيبدأ اللي كانت تسكن في الايه في الهولز نتيجة انتقال الالكتروني والفري الالكترون للفيلانس بيفق الطاقة الطاقة دي بتبقى على شكل دوق بتبقى على شكل ايه دوق ممكن الدوق ده يبقى فيزابل ممكن يبقى انفيزابل ممكن يبقى له رينج معين من الايه من الويف لنزي ما هتفقنا وطبعا نتبقى عارف انتفقنا هتكلم على باندجاب ماتيريال فاي ماتيريال ايه حاجة اسمها باندجاب وقالي يكون مسلا سيفيسة جالي امارسنايت عبارة عن ايه واحد اتنين واربعين الايكترون فولت فالباندجاب ماتيريال ده اقدر احسب منها الويف لينس اللي ده يحصل له امشن الويف لينس اللي ده يحصل له اشعاء من اللايت اميتنج داوت من خلالها الواقع دي واحد بوينت تو فور مقسومة على ال اي جي بتحط ال اي جي بالالكترون فولت تمام كده وطبعا الويف لينس اللي بيطلع لك بيطلع لك بالمايكرو ميتر فعلى طول من خلال الستيتمينت دين اللي غير العلاقة دي احط ال اي جي بتاعت الماتيريال اعرف اللي على طول الليد دي هتطلع ويف عاملة زي او لايت عاملة زي احمر اخدر طبعا الفيزابل الفيزابل رينجي بتروح من 450 نانو متر اللي 500 ميكرو اللي 750 نانو متر فعلى طول تقدر انك انت مثلا عايز لون احمر لون احمر قريب ل700 او قريب ل600 نانو متر في الرينجي ده يعني تقدر على طول تروح تقول الله انا عايز باند جاب بتعيدها كام فاتتختار باند جاب معين عشان تقدر تعمل تصمم طلع لي احمر طلع لي ازرق طلع لي وهكذا مهم جدا تبقى عارف الحكاية دي طبعا لو البيم اللي خارج مونو كروماتيك كلمة مونو كروماتيك يعني تردد وحيد تقريبا اللين ويتس بتاعي قليل جدا مبقاش في ويتس تقريبا دايما الريزنونس بتاعي اكين هو البيم اللي بخرجه وفي نفس الوقت البيم اللي خارج كوهيرت كده بيبقى تركيزه عالي جدا في الاسبيس قليلة ده في الحالة دي ممكن اسمي اللايت اميتنج دايود اسميه الليزر دايود بقى الليزر دايود هو نفس برفورمانس بتاع اللايت اميتنج دايود عن جونكشن برضو بوصلها في بس بخلي اللايت اللي خارج كوهيرت بخليه مونو كروماتيك وده بيتم بتقنيات كتيرة جدا عن طريق استخدام فيكسل بس ده مش جريدي مش لسكوب بتاع يعني كده يبقى ملخص الكلام ان اللايت اميتنج دايود او الليد هي جونكشن عادية خالص بيعملها من دايود سيمي كوندكتور متيريال بتشتغل في الفورد بايس بقدر انها تعمل اميشن للايت سواء كان فيزابل او انفيزابل طيب ايه استخداماتها ممكن اعمل بيها ما يسمى بالسيبن سيجمال بكل بساطة خالص هجيب زي ما انتا شايف كده لد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة لدات وممكن هجيب لد كمان بالمنظر ده هنا اللدات دي هرتبها في شكل معين بحيث اعمل ما يسمى بالسيبن سيجمال ووظيفتها ايه ووظيفتها ان انت تعرض ارقام زي صفر واحد واثنين وثلاثة الاخير وممكن تعرض ارقام كمان عشرين طيب الليدز دي في الاخر او السيجمال دي في الاخر عبارة عن ضيود زي ما انتا شايف كده هنكتبهم بشكل معين طبعا فيه اتنين توبولوجي للضيودز دي ممكن اجيب انا عندي في الاخر تمانية ضيودز اللي ما السبعة سيجمال مع الديسم الوظيفت فانا عندي تمانية ضيودز اهمت كل ضيود من دي عبارة عن ليد عشان تشتغل طبعا ليد دي ويشتغل تفرد هيحصل منها هيطلع منها ايه هيطلع منها لايت تم كده عايز تشغل دي تشغل دي مثلا عايزة تشغل رقم واحد فانا هشغل الليد سبعة اللي هي الليد بي والليد سي فبص كده فين الليد بي اده الليد بي اهي واده الليد سي اللي هي دي فانا هشغل دول ازاي لازم يكون جهد الانود اعلى من جهد الكاسف عشان يقدر يطلع منها ايه يطلع منها دول تم كده نفس الكلام فين في الليد رقم 4 لازم يطلع منها جهة الانوت اعلى من الجهة الكاسو طبعا عشان تقدر توصل التوبولوجي توصل التمانية ليدز دول في عندك اتنين توبولوجي تعمل حاجة اسمها common anode يعني اخد الانوت بتاعهم كلهم اوصلهم ببعض صح كده وليكن مثلا هحط هنا بي ماكسيمون ماحط دي سي فاليو ماكسيمون فاليو تمام كده ووصل كل النود يدي برضو بي ماكسيمون فاليو كويس انت بقى عايز واحدة فيهم تنور فتقلب نود زي ماسله عايزين رقم واحد عايزين دي تنور ودي تنور فاناقلب النود دا هي اوصلها بالجراوند ووصل النود التانية دي اللي هي وبالتالي هنا خلقت ان النود دي بس اللي هتنور والنود دي اللي هتنور او اللي هتعمل الامشن عشان ال V anode اعلى من الفي كاسو ممكن تعمل التوبولوجي تانية تاخد كل كاسو بتاعتي دا هي ووصلها بالجراوند كويس وبالتالي انت عايز بقى waie it liaison فتحط هنا hi طبعا عكس ما كنا بنعمل هناك عايز c تنورت وحط هنا ايه تحط هنا خمسة فورت أو high وبالتالي تخلي بالتالي تخلي الليتز اللي انت عايزها تنورتنه فمهم جدا تبقى فاهم الابليكيشن الخاص باللايت اميتينج طيب هناخد اخر الاسبيشيال دايوت اللي احنا بنسميه الفوتو دايوت الفوتو دايوت ده عكس الابليشن بتاعته عكس اللايت اميتينج دايوت الفوتو دايوت ده بكل بساطة عبارة عن ايه عبارة عن device بسيط جدا junction reverse device عادية خالص بتاخد ضوء وبتديني current بتاخد ضوء وبتديني current لكني بشتغل على sensor يعني مثلا لو انا عندي مزرعة ومزرعة دي عايزة شوف مثلا امتى الصبح يطلع فالصبح لو طلع هعمل action معين في المزرعة فابدأ حط فوتو دايوت او فوتو ترانزيستور اللي هدف انه اول مضوء يخرج او يبقى موجود هيسقط على اللوح الزجاجي هنا فيبدأ يمر current في اطراف الفوتو دايوت بالمنظر ده كده تمام كده نبص كده اللي عندي هنا junction عادية خالص b type و n type وفي منطقة اسمها dipletion layer طبعا dipletion layer دي معناها ان انت هتوصل الفوتو دايوت ده توصله reverse bias يبقى خلي بالك زي كنت بتوصل ال lead في forward bias فانت بتوصل الفوتو دايوت في reverse bias عشان يتولى dipletion layer dipletion layer دي اول ما يسقط ده على المنطقة العزلة هنا بيبدأ فيه الكترون وهول بيبدأوا ايه يحصل لهم generation وبدأوا يتحركوا من المنظر ده كده طبعا الهول بتنجذب للناحية دي والالكترون بينجذب للناحية دي بيعمله طيار الطيار ده طيار كهربي بيعبر ان فيه ضوء سقط على يبقى الفوتو دايوت وظيفته عكس وظيفة light emitting diode بتشتغل في reverse bias مهم جدا تبقى عارف الحكاية دي وتبقى عارف كمان انه ممكن انك انت على الطريق بقى البي انجونكشن عادية ممكن بتعامل حاجة اسمها bin bin عبارة عن ايه؟ عبارة عن b layer عبارة عن n layer وعبارة عن منطقة بنسميها intrinsic layer او منطقة عزلة بيور مثلا جاليام ارسنايت بحيث ايه؟ بحيث انك انت من خلال ده حتى وانتوصل ده reverse بره تمام كده بيسموه bin الخلال المنطقة دي عنده كده بتوسع area اللي بتبدأ already تتعرض للايه؟ تتعرض للضوق طبعا كده في reverse bias اهيه وفي region موجودة لكن هيبقى وجود اللير دي اكيني عشان اوسع cross section area اللي بتتعرض للضوق بزي بتريب ازود sensitivity بتاعت الفوتو ضايد عشان اقدر ان اعمل sense للضوق بشكل بايس مهم جدا نبقى فاهمين الحكاية دي وفاهمين ال operation بتاعت راح بمرور الضوق الى junction بتاعت جم كده في نهاية المحاضرة اتمنى تكون المحاضرة سهلة و طبعا اخر حاجة في المحاضرة معلش قبل منهي المحاضرة في حاجة اسمها opto isolator opto isolator ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن package واحدة كده بقى فيها فيها لد وبقى فيها ايه؟ بقى فيها photo transistor وبقى فيها الاتنين مع بعض package وظيفتها ان هي تستقبل تاخد current تطلع ضوء وبعد كده فيه الضوء وبعد كده بسكت على food transistor يطلع لي current فطبعا ال package دي او ال IC ده هي اللي بنسميها opto isolator دايما بتستخدم لعملية العزل ما بين دائرة الارسال ودائرة الاستيبال وطبعا لها تطبيقات كتيرة جدا سواء كانت تطبيقات طبية او في الأجهزة الطبية وطبعا ده مهم جدا للحفاظ على المرض مهم جدا تبقى عارف ايه هو opto isolator طبعا في آخر المحاضرة اتمنى تكون استفدتم من المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة